السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك بلادي امس وبعد انتهاء مباراة الاهل السعودي مع نادي الرائد السعودي في اطار الدور السعودي وبعد الهدف الثاني للأسف تعرض عمر السومة لاصابة من جراء او بسبب السقوط من اعلى بعد ما سدد هدف الهدف الثاني تحديدا هدف عالمي ولا اروع طبعا بكل تأكيد واحنا جلنا مبارح ان اداء عمر السومة مبارح واداء جهاد الحسين مبارح مع نادي الرائد كان اداء علامي جدا جدا وكان يوم كرة القدم السورية بامتياز المباراة طبعا انتهت بهدفين مقابل هدف لنادي الرائد سجل الهدفين عمر السومة تقريبا في اقل من دقيقة في الدقيقة 83 واول الدقيقة 84 وبكده اصبح ترتيب هدف الدول السعودي طبعا عمر السومة في المركز الثاني برصيد 11 هدف في المركز الاول بافاتين بجوميز برصيد 12 هدف في المركز الثالث عبد الرزاق حمد الله لعب النصر برصيد 10 اهداف في المركز الرابع كارلوس ادواردو لعب الهلال السعودي برصيد 9 اهداف في المركز الخامس كلا من دي جانيني تافاريس ورومايو ريكاردو دي سيلفا لعب الاتحاد برصيد 8 اهداف كلا منهم وفي المركز السادس كارلوس اندريا لعب العدالة برصيد 7 اهداف وطبعا للأسف دايما بعد اقتراب عمر السومة وانا ما بعترضش والله على قضاء ربنا عز وجل بعد ما بيقترب عمر السومة من حصوله على لقب الهداف للأسف بيتعرض لاصابة ولكن دوما عمر السومة بيعودنا ان هو بيعود افضل من الاول باذن الله ان شاء الله والنادي الاهلي السعودي امس بعد انتهاء المباراة بحوالي 3 او 4 ساعات نشر تقرير رسمي عن اصابة عمر السومة الى الوقت اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي وقالوا كشفت الفحوصات الطبية الاولية التي اجريت لللاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه للأسف لخلع في الكتف وسيجري اللاعب مزيدا من الفحوصات والاشاعة بعد عودته الى مدينة جدة وطبعا اهم شي احنا محترين ان احنا نعرفه يا تارى اصابة عمر السومة هتستمر جدي معاه ويا تارى لا قدر الله يغيب عن كام مباراة في الايام المقبلة تحديدا وان فيه منافسات في الدور السعودي وفيه منافسات اخرى قوية جدا جدا في كأس الملك بعد المباراة عمر السومة فيه تصريحات رسمية على حسابي في سناب شات كان لي فيديو وتكلم فيه وقال لا اعرف مدة غيابي عن الملاعب حتى الان لكني اتمنى ان لا تكون طويلة كي اساعد الفريق في تحقيق طموحات الجماهير وانهى السومة تصريحاتي بقولي اشكر كل من سأل عني واتمنى الخير لي وللنادي فيما هو قادم وصحيفة RT الرياضية نشرت فور انتهاء المباراة شاهد السوري عمر السومة يتعرض لاصابة قوية بعد هدفين عالميين وفورا تفاعلت جماهير الاهل السعودي مع اصابة عمر السومة بخلع في الكاتف وكان لهم ردود فعل شديدة جدا جدا وقوية جدا جدا والبعض تمنى ان تنتقل تلك الاصابة لهم لانفسهم يعني والبعض تمنى ان يكون جروس هو المصاب والبعض الاخر تمنى ان تلك الاصابة كان من المفروض ان تأتي لديجانين تفريس وليس لعمر السومة والبعض الاخر تمنى الاصابة تكون لبافيتم بجوميز باعتبار ان هو المنافس الوحيد لعمر السومة الان على رقب هدف الدول السعودي واليكم بعض من تلك التعليقات ذكر احمد على تويتر السومة اصيب وانا اتألم وذكر احمد الغالب سلامتك والله فيدي جانيني ولا فيك ان شاء الله وذكرت كادي وربي كأنها في قلبي ورسمت خمس قلوب مشروخة او مكسورة وذكر الشريف على تويتر خلع في قلوب المحبين وذكر فارس ليتهى في جانيني ولا فيك وذكر عوض بن سعد الف سلامات على الكابتن الكبير عمر السومة نسأل الله ايش فيه ويعافيه وذكر عبد الله ليتهى في فتيل وسعيد ولا فيك طبعا بالمناسبة احنا ما نتمناش باي حال من الاحوال اصابة اي لعب اخر ولكن يعني احيانا وانا دايما بقول لكم كرة القدم في المقام الاول لعبة عاطفية وعمر السومة مبارح كان للامانة اداءه عالمي جدا جدا والناس تفعلت جدا جدا مع اصابته تحديدا وان هو لسه جايم من اصابة اللي هي كانت فتق رياضي اسفل البطن ويغاب ساعته حوالي اربع سبيع وشارك في احتفال ياسر القحطاني وللأسف لم يشارك بالرغم ان هو كان بيعاني من الاصابة وذكر هيب عالمي سلامت والله في جميز ولا في العقيد وذكر فايصل الزهراني في جروس ولا فيك يا جلبي وذكر حساب يحمل اسم غريب كده بعمري عنه وذكر عبدالله الزهراني ليت الوجع في كتف الاصلع ولا فيه واختتم عباس ميرا اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يمن عليه بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما وبعد مباراة عمس امام الرائد اصبح النادي الاهلي في المركز التالت برصيد 29 نقطة طبعا في المركز الاول نادي الهليال طبعا عن جدارة وفي المركز التاني نادي الناصر برصيد 31 نقطة الاول ب31 نقطة والتاني ايضا ب31 نقطة والنادي الاهلي السعودي باذن الله عنده في الايام المقبلة مباراة مهمة جدا جدا مباراة مع العدالة يوم السبت 1-2 ساعة 2 ونص مساء ومباراة بعد كده يوم الخميس 6-2 مع نادي الاتفاق وهتكون ان شاء الله باذن الله الساعة 7 وتلت مساء كل التوقيتات دي بتوقيتات مصر وسوريا تمنياتي بالشفاء العاجل للعكيد عمر السومة واذن الله ان شاء الله يعود في الايام المقبلة كما عودنا بفضل الله افضل مما كان باذن الله ان شاء الله وينتزع باذن الله ان شاء الله لقب صدارة الهدفين باذن الله ونذهب معكم وفقرة الرد على تعليقاتكم الكريمة والتعليق الاول من حساب يحمل اسم مشجع ريال مدريد متى سيتم تعيين مدرب المنتخب السوري اخي الغالي الى الان ليس هناك اي كلام رسمي يمكن الاتحاد السوري لكرة القدم كان في الاول بيقول ان احنا مش عايزين نستعجل على الملف ده ولكن دلوقتي ومن خلال اخر حلقة للسيد الاستاذ المحترم لطف الاستواني السيد عبدالقادر كردغلي رئيس لجنة المنتخبات جال ان هو هيحاول قدر مستطاع ان هو ينجز تحديدا وان احنا بيفصلنا على المباراة الملضيف يعني دلوقتي حوالي شهر وكم يوم يعني المباراة يوم 31-33 وكمان جاب ليها على الاغلب فيه مباراة ودية فبالتالي انا اعتقد باذن الله ان شاء الله ان الاسبوع اللي احنا ماشيين فيه ده باذن الله ان شاء الله اللي هو بكرة السبت يعني هيشهد باذن الله ان شاء الله الاعلان عن مدرب منتخب سوريا واللي على الاغلب هو الكابت النظار محروس وتعليق اخر من حساب يحمل اسم ابو كودماني لو خيروك تشجع نادي واحد من الدور السوري مين هتختاروا ليه ولو تأهل لكأس العالم ولعبنا مع المنتخب العزيز المصري هتشجع مين تعال اخر سؤال لو المنتخب السوري تأهل وده حلم عمري لكأس العالم ولعب مع المنتخب المصري هشجع بكل تأكيد المنتخب المصري لاننا مصري بكل تأكيد ولكن هنا في تكة لو المنتخب المصري لعب مع المنتخب الامريكي والمنتخب المصري فاز هكون سعيد طب لو المنتخب المصري خسر هكون حزين طب لو المنتخب المصري لعب مع المنتخب السوري والمنتخب المصري فاز هكون سعيد طب لو المنتخب السوري فاز برضو هكون سعيد لاننا على فكرة بالمناسبة غير متعصب نهائيا في كرة القدم والسؤال التاني بتاعك مين أنا بشجع في الدوري السوري الممتاز والله يا أخي الغالي أنا عشان أكون صادق معك مش متابع شاطر جوي جوي للدوري السوري ولكني للأمانة الآن أعلن انتمائي وبكل وضوح لنادة شيرين نادة شيرين وأنا معرفش مركزه كان في الدوري السوري تحديدا وإن فيه جولة شغالة دلوقتي في الدوري السوري الممتاز بعد انقطاع لجولات بسبب المنتخب الأولمبي والمباريات اللي كان بيلعبها في نهايات أسيا بتايلاند وإن شاء الله بإذن الله يمكن بكرة نتكلم عن ترتيب الدوري ولكني للأمانة من مشجعي نادة شيرين تعليق آخر من حساب يحمل اسم الطبيعة الخلابة في السورية الحبيبة تخيلوا مع جويد مدرب المنتخب وفراس مساعد مدرب وجهاد الحسين ومحمد عثمان خطوسط مهاجم ومن أمامهم العمرين طبعا يا أخي الغالي هيكون طبعا يعني انت اتكلمت عن أسماء لو تحطت في صورة هتكون طبعا صورة بهية جدا جدا بكل تأكيد ولكن طبعا بناء على تعليقاتكم أمس وأكيد أنتوا أكثر دراية مني بحال جهاد الحسين الكل قال تقريبا أن جهاد الحسين صعب أنه يلعب مع المنتخب السوري ولو أني إلى الآن مصر على أن أنا أطالب الاتحاد السوري لكرة القدم أن يستدعي جهاد الحسين ليشارك مع المنتخب السوري الأول للرجال تحديدا وأنه هو مازال قادر على العطاء وتعليق آخر من حساب يحمل اسم سوريا وطني أخي الغالي أحمد يسعد أوجاتك بكل خير بدي أسألك من خلال متابعتك لكرة القدم السورية من هو الأنسب من المدربين الثلاثة لقيادة نصورنا وتدريبهم وشكرا أخي الغالي أنا بس عايز أفرج معكم ما بين أمرين من المدرب اللي أنا شايف أنه هو كده كده هيدرب المنتخب السوري هو الكابتن نظار محروس طب أنا حابب أن الكابتن نظار محروس يكون مع المنتخب السوري ولا لا قولا واحدا وأنا بعلنها ليكم ويمكن أنا غيرت رأيي في الأيام الحالية وأنا كان ليه حلجة من سنة هحطها لكم بإذن الله إن شاء الله في الآية اللي ظهر فوج وكنت بأيت فكرة المدرب الوطني للمنتخب السوري وللمنتخب المصري ولكل المنتخبات العربية ولكن بعد التجريب وبعد أداء الكابتن فجر إبراهيم وبعد أداء الكابتن أيمن الحكيم مع المنتخب الأولمبي وإن إحنا كنا قريبين جدا من الفوز على منتخب أستراليا 103 دقيقة يعني لعبنا مع منتخب أستراليا وما سجلناش ولا عدف وانتظرنا إن إحنا نصل لركلات الجزاء فبالتالي أنا طبعا أتمنى أن يكون المدرب اللي يضرب المنتخب السوري هو أريكسون ولكن أنا أعتقد أن الأمر ده بعيد لأسباب كتيرة يمكن أنا عملت حلجة مفصلة عن الأمر ده برضو هسيبها لكم فوق في نهاية الفيديو أشكركم جدا على الحسن المتابعة وتمنياتي بالشفاء العاجل للعكيد عمر السومة وكل ثقة في الله عز وجل بإذن الله أنه هيعود أفضل مما كان بإذن الله في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أشكركم على الحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر